أفاد الموقع الأخباري للقوات البحرية الأمريكية يوم الاثنين أن نتيجة التحقيقات المعنية أظهرت أن الغواصة النووية USS Connecticut اصطدمت بجبل تحت المياه لم يكن محدداً في الخرأة ونقل الموقع الأخباري عن بيان أصدره متحدث باسم الأسطولة السابع الأمريكي قوله أن التحقيقات أكدت على صدام الغواصة النووية USS Connecticut بجبل مجهول في قاع البحر خلال عملية غوصها في المياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادي مما أدى إلى جنحها تحت البحر لكن بعد حدوث الاستدام ظلت وزارة الدفاع الأمريكية صامتة حول الأسباب المحتملة له حيث اكتفت بإصدار بيان قصير وغامض بعد خمسة أيام من الحادث ما أثار قلقاً واسعاً لطاق وفي هذا الصدد أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جاوليتيان في الشهر السابق أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية والواجب على توضيح ملابسات هذا الحادث والاستجابة للمقاوف والاهتمامات من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي مؤكداً على أن بحر الصين الجنوبي هو بيت مشترك للدول الإقليمية ويجب أن لا يصبح أرض صيد تسعى الولايات المتحدة فيه إلى المصالح الجيوسياسية الذاتية وضف أمن الولايات المتحدة أثارت الاستفزازات بشكل مكثف عبر إرسال السفن والطائرات العسكرية إلى البحر الصين الجنوبي على نتاق واسع وذلك بهدف إظهار القوة وتقويض حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وكذلك تهديد أمن السيادة للصين والدول الأخرى تعد الولايات المتحدة أكبر من أدى إلى العسكر في بحر الصين الجنوبي وينبغي عليها العودة إلى المصار الصحيح وإيقاف التصرفات الخاطئة ولعب دوراً إيجابي من أجل تعقيق السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي ترجمة نانسي قنقر